دكتور حرارة بتتكلم عن الكلام ده عايزة اعرف ان الدولة ماشية في خطين يمكن يكونوا متويزين في نفس الوقت تعظيم الانتاج من الرقعة الزراعية وصيانة الرقعة الزراعية والتوسع فيها وفي نفس الوقت بيحاولوا ياخدوا اعلى انتاجية من الفدان احنا بنتكلم ان الاتنين دول هينعكسوا على زراعة كان عندنا مشكلة تأكل الرقعة الزراعية وازاي كانت بتتعرض للتبوير وانها يحصل عليها بناء وكان عدم اهتمام ابدا بالتصلاح الاراضي ادلنا نعمل ده في وقت فيه يمكن ازمة مياه عالمية يعني احنا شغالين وبخطة سبتة وقوية وشايفين احنا بتجيين فيه هو زي ما حضرتك مبارح زي ما شوفنا في الافتاح موصر الحصاب او الافتاح المشروعات التلموية في جنوب الوادي استفادة بكل قطرة مية يعني حضرتك 25 نارداب بدول جايين من نفس المساحة ومن نفس كمية المية اللي بنتجه من العشرين فالفرق ده ايه فرق ده فرق معاملات فرق صنف جديد يمكن مبارح فخامة رئيس وجه الى ان احنا نشوف اصناف جديدة بتتحمل طول فترات الرأي او بتاخد مية أقل وبتنتج أعلى يمكن احنا لما نقول ان الامح بتاعنا ده ما هي ده اصنافنا المصرية اللي جاي بال25 ارداب لما نقول ان الامح بتاعنا ده يقدر ان نجيب ال 25 ارداب لو قدرنا نزود الخمسة ارداب بدول دول دول هزوده قدي على الناتج القومي فإمكن كان في شعر جميل قاله هو سات الرئيس إنتاج اعلى في أقصر وقت بكل قطرة مية ونفس الأرض يبقى أنا هي نفس الإمكانيات المتاحة أزود بيها الإنتاجية بدون زيادة لما بنقول أن أنا بزود خمسة أردب يعني أنا بزود حوالي نص مليون فدان زيادة من غير ما أكون بأعمل حاجة غير أن أنا بزود في الإنتاجية باستخدام الأصناف الجديدة لما أقول لها زمان زمان حضراتكم أنتم شاهد لسه شباب كان زمان كنا بنحصد الأمح في شهر 6 نحن الوقت من نص 4 بنحصد الأمح يعني وفرنا حوالي شهر ونص يعني وفرنا كمية مية يعني وفرنا وقت استداد للمحصول الثاني لما بنوفر يعني بنشتغل على نتقيني أما بقول أننا دلوقتي عندي أننا الأنتاجية حضراتكم ما لحبتوش كانت مع 10 أردب للفدان وصلنا 24 أردب للفدان كم بياخدوا تقديه في الأرض 170 يوم 180 يوم وصلنا الوقت 145 يوم و150 يوم أعتقد كمان نوع التقاول اللي كانت مستخدمها اللي بتعملها وزارة الزراعة اللي دايما توجهات استماط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مقامة كمان إحنا ما عندنا تود عدد السنابل مش بنتكلم بس على مدتها في المية ولا مدت عاليةها ولا المية طبعا دي أصنف عدد سنابله بعدد حبوبه يعني تحدي كمان بقى تغيرات مناخية إزاي أن أنت تواجه هذه التغيرات المناخية بأصناف زكية مناخيا بحيث أنها تتفاعل مع الظروف الجوية وتدي نفس الإنتاجية ودون التأثير على الإنتاجية يعني توفير في الوقت توفير في المية بنقلل فترة النمو بتاعت المحصول من 170 ل 145 يوم يعني وفرنا حوالي شهر فده بيوفر قدق مية والمحافظة على الإنتاجية لأنها عملية صعبة أن أنت تنتج نفس الإنتاجية في فترة أقل لأن العملية زمائل المتخصين عارفين أن العملية دي عملية عكسية أننا عشان أثر الفترة هيجي على المحصول وده بس في الأبح بس ده عملناه في الدرة عملناه في الرز عملناه في كل المحاصيل الاستراتيجية وده مجهودات يعني لما نقول أننا في معدن المحاصيل طلعنا 200 صنف وهجين 300 صنف وهجين من الأصناف والمحاصيل الجديدة ده الصنف بقى حضرتك عشان تعرفوا بيقعد من 10 إلى 12 سنة عشان تطلع صنف فده مجهودات في الفترة الأخيرة دي بقى توجه نحو هذه الأصناف نحو أصناف جديدة طبعاً توفير ساحة تخزينية كمان لاستيعاب هذا المحصول ده برضو ده دور الدولة اللي لا تقلو جهداً فينها توفره يبقى إذن تقصع أفق بتعمله الدولة زيادة مساحة منزرعة 4 مليون فدان هتزود 2 مليون طن أمحة في 2027 ده الهدف أن أزود المحصول أمحة 22 مليون طن خلال 2027 أزود الدورة من 400 إلى 500 ألف طن وده عارفين مشكلة الدورة والأعلاف أن توفير هذا المحصول للأعلاف والدواجن والإنتاج الحيواني ده مهم توفير الأرز أن أنا بحافظ على المساحة المنزرعة من الرز بالعكس بحاول أقللها عشان الفقر المائي مع الإنتاجات العالية وإحنا في هذه المحاصيل كلها في إنتاجات واحدة المساحة أعلى دول العالم في هذه المحاصيل يعني إحنا مش بس إن إحنا لكن كإنتاج كلي لا إحنا مش نمر واحد لأن المساحة محدودة لكن في إنتاجات واحدة المساحة في هذه المحاصيل بنحتل مكانة دولية يمكن في الرز نمر واحد في الأمح الشت الربيعي نمر واحد في الدورة الرابعة والسادس إذن العمل في كل النطقات وعلى كل المجالات ومش بس في الزراعة في الصناعة وفي التجارة واستخدام القيمة المضافة بتتحول من منتج خام إلى منتج مصنع وده مهم جداً نحيس أننا ندخل كمان في الدائرة كاملة بقى توفير فرص عمل توفير مجتمعات تنموية كاملة ما يبقاش الموضوع قائم على مجتمع الزراعي فقط لغير